يعني شاهدت كثير أسئلة عن هذا الموضوع إذا مزوج إذا سنجل إذا عيش لوحدة اليوم سأشارك معكم ردة فعلي على افتراداتكم عني سألتكم على الانستغرام شو هي معلومات تعطونه هي صحيحة عني فاليوم سأشارك هذه الافترادات وشوف إذا صح أو غلط في هذا الوقت سنعمل روتين عميل بشرة الليلة للبشرة المعارضة للحبوب فأخليكم معنا موسيقى للتسكير أنا جوزف وأنتم على سكنفة سكنفة هي كونت نحكي في عناية البشرة وعناية بالنفس فكي اشتركوا بالكونت وكاميرا كبسوا على الزرق ستعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل بهذا الفيديو سنتقل بين الافترادات وأنا وعم بحكي عنهم سأعمل روتيني فأول شي سأبدأ بالافترادات بس لازم تعرفوا أول شي انه فيديو اليوم هو برعاية فيشي فشكرا فيشي لرعاية هذا الفيديو فخينا نبلج بالافترادات حتى كتب لي عمرك 36 لا ما عمري 36 عمري 32 بس بحب دائما بفكر انه أنا وقف العمر معي على 27 وبحب دائما بفكر انه بعدما نفسيا عمري 27 ودائما بعتقد ان العمر هو شغلة نفسية وطريقة التصرف فأنا هواقف عند 27 هادي ولطيفه بتتجاهل يلي بكرهوك وبتسوي يلي بتحبه أول شي بالنسبة للي بكرهوني ليه حدا ما أقول يكره حدا ما بيعرفه على السوشيال ميديا بس في أشخاص أنا ما بحبه يمكن مش زوئي فأنا ما بتابعهم إذا حدا ما بحب المحتوى تابعه ما بتابعه فأنا ما بتعاطى مع التعليقات ولا بتشجعها رح بلش هلا الروتين مع أول خطوة اللي هي الرسول فاليوم أنا ما طلعت من البيت ومش عاطي تواكشها مثل لأنه بيتي ما نوضي فاكتفي بيه غسلة واحدة بالعادة بعمل غسلتان لما كون عاطي تتواكشها مثل أتخلص منه كليا وبلش مع أول رسول اللي هو نورم درم فيتو سولوشن وهي دا اسمه إنتنسيف بيوريفاينج جل وهي دا فيه السالسيليك أسد ولما يكون بتركيبة غسول السالسيليك أسد بيكون كتير مفعوله خفيف فالطريقة حلولة حطنا حافظ عباشطنا به غسول بالعادة لما تختم منتج في مكونات السالسيليك أسد فان نخلي شوية زيادة لحتى يعطي نتيجة اللي بدنا إياها ففي يعمل شوية مساج وبالعادة بيقولوا انه تأخذوا وقتكم بغسل البشر لحتى تصلوا لكل المناطق فهنا أغسل ورجع على المغسلة ورجع لكم على فكرة مش حيث انه بشرتي جافة بأي طريقة بعض ما غسلتوا بهذا القصول فكتير لطيف هي بشرتي بعد رطبة بدي استخدم السيروم وهي دا اسمه هو و الفكرة تبع له هيدا السيروم انه بيحتوي على كما انه بيحتوي على الببتايدز بحط بس لقطتين وفي اسخط مول لكل الوش تحت العيون وبركز على المناطق التعبيريه لانه هيدا المنتج بالزيت مناسب لتخفيف من الخطوط التعبيريه لانه في الببتايدز اللي بتعمل على انه تقذ البشرة انه تخفيف من هالتجاعة التعبيريه In love with yourself أنا like that يعني مغروم بنفسك بحب هيدا الشي فيك هلا انا اخذتني كتير بقت لحتى حب نفسي يمكن كلمة مغروم شوية كبيرة بس كتير حلو واحد يحب نفسه حبيت كمان على قناتي علم كل المتابعين كيف يحبوا حالهم وما يطلعوا على أساس ما بيحبوها فيهم بالعكس تعلموا انه يحبوها فهلية الشي بيعني انه انا مغروم بحالي؟ لا حول الواحد انه يحب نفسه انه يجب أن نحب نفسنا قبل ما نحب غيرنا حتى لا نعرف نحب غيرنا يجب أن نحب نفسنا كمان منكمل شوي بالروتين وهلا عنا سيروم الفيتامين سي هلا عم تقوله اكيد انه كيف فيتامين سي بالليل ودعم بتقول انه يجب أن يكون بالنهار هلا الفيتامين سي فينا استخدموبي اي وقت بس دائما انا بقول انه أفضل يكون بالنهار لما يكون فيه نسبة عالية من الويتامين سي مثل هيدا المونتاج اللي فيه 15 ممية بعد الأيام تكون تركيبته شوي تقيلة على المشارع فلهيدا السابح باستخدم هيدا السيروم بالليل نتيجته حلوة بس كتركيبة بيكون شوي أتقل من غيره وبحسطه لليل مش مناسب للنهار بس فيه ممكن أشخاص تحبوه بالنهار وما فيه أي مشكل بهيدا الشي فبحط منه بس نقطتان أو ثلاثة وما بحطوه العيون لأنه نسبة عالية لنبدأ استخدم فيتامين سي بروتين البشرة المغادرة للحبوب وبهذا لأنه البشرة المغادرة للحبوب يمسف عليها السبغات نستخدم فيتامين سي لحتى نفتح حجر السبغات ففيكم تستخدمه لذلك تكون السبغات من الحبوب تشتغل في دبي يعني معك ما صاري نميح شكلتان أول شيء مني ساكن في دبي ولا بشتغل هناك ما بعرف لي أنا بفكرني كثير أنه أنا ساكن في دبي حتى بالكويت فكروني أنه بشوفوني أشخاص وقولوا لي أنه فكرنيك في دبي تانيا معك مصاري منيح يعني كلو أحد يشتغل بأي بلد بيقدر يطلع مصاري بس طبعاً حسب البلد طبعاً أداش المصاريف بهذا البلد فما بعتبر أنه أنا من الأشخاص يلي عندهم مصاري كتير أنا شخص كتير تعبين بحياتي كتير مشتغل سنين طويلة بلشت بمعاش كتير 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 مشتغل وطورت بالحياة فكلوحد بيصل على محال أنه بيطلع طريقة تكون كيفية الأرود حتى يكون متاح منكمل بالروتين مع السيروم الثالث وهيدا اسمه منرال 89 بروبيوتك فاكشنز وهيدا في مكويني اللي هو اللي هو نوع من البكتيريا بيكون بالبشرة طبعنا واستخدامه موضعيا تبين أنه بيقدر أنه يستعمل بشرة طبعا تشتغل طريقة أحسن لا بيهمني هذا المنتج بهذا الروتين لأنه تبين أنه البروبيوتكس تخفيف من الالتهابات كمان فهذا كله بيساعد مع حب البطلع وحيد هذا كمان شفته كتير أشخاص تلعنيني أنه وحيد ما بعرف اللي أشخاص يفكروني وحيد بس في فرق بين الوحدة وبين الواحد يكون لوحده ما عندي أي مشكل يكون لوحده ما لنا كثير اجتماعي ما بحس حالي يجب أن يكون دائما مع أصحاب في يكون قاعد بالبيت بتاختي مرتاح وما بحس حالي نقصني شي ف بس ما بيعني أني وحيد ما في شي غلط وحد يكون لوحده أبدا في وحد يكون مرتاح مع نفسه وما بسوط مع حاله نحبس الرطوبة مع المرتب في ألحس تفكر أنه إذا حدا عنده بشرة ذهنية أو معدرة للحبوب ما في زواء المرتب بس المرتب هو مهم لحتى نحبس رطوبة على البشرة كل حتى هناك خطوة الترطيب اللي لازم نحبس هيدا الرطوبة لحتى ما يتبخر لحتى يكون عندنا بشرة مرتبة ومش ديهايدريتة مش نقصها رطوبة فهيدا اسمه فهيدا اسمه نورمدرم فهيدا سولوشن دابل كوركشن دايلي كير وهيدا حيكي عنه سنين انت أنا بحبه هو مرتب كثير خفيف يعني متل ما شايفين جل كمانا فيه تنابل مية من السلنسيليك أسيد اللي هي نسبة على فكرة ملائمة لمحاربة الحبوب والسلسيليك أسيد هو المكون اللي اكتر شي فيه على دراسات انه بيستعمل الحبوب بيخفف من حجمه بيخفف من لما تكون معصبة وملتهبة بيخفف هيدا الشي فكتير كمكون عنده فويد كمانا بيخفيف من الرؤوس السوداء لانه بيضضح المساء من جوا وبيقشرها ف ف وخكرها عطره كتير حلو لهيدا المنتج وبيريحني كتير 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 ترتيب ترتيب وحولو كمانا في يعمل وصيفة من دم يكون التقيل على البشرة خاصة عنده بشرة دهنية ما يحبه لما تتبعهن يكون سميك وتقيل فكتير خفيف فين استخدمه صبحه بالليل ما فيه اي مشكل مطلق يعني شاف كتير اسئلة عن هذا الموضوع إذا مزوج إذا سنجل إذا عايش لوحدة بس مطلق حتى راح كتير البعيد لحتى يفكر أنه مطلق منيح ما قال أنه عندي أولاد ما عندي أولاد من يمطلق ومن يمزوج فأوضح لكم هذا الشي كان هذا السؤال كتير مردد عن إذا مزوج فلا من يمزوج وهذا كان كل الوقت اللي عندي هي اليوم وحبت أنه بقدر أنه فرج عن شخصيتي بالسوشال ميديا في الأيام أشخاص بأنه شخصيتي التانية على السوشال ميديا فعم حاولنا فيه يكون جنيئا ويكون صريح معكم على السوشال ميديا إذا في عندكم بعض معتاعتات بدكم تعرفوها عني حطولي بالتعليقات لحتى يمكن نعمل جزء تاني لهذا الفيديو وكيد تقبسوا على اللايك كمان إذا حبيتوا هذا الفيديو رفكم الحلاجة شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة